اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير تقترب الأيام المباركة وبإذن الله تعالى ربنا يرفع عنا البلاء كل عام وحضراتكم بخير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعدة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات تتجدد معكم اللقاء لنطلقنا منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد بإذن الله أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج حيث نقوم بتجميع الأسئلة والإجابة عليها فورة وصولها بإذن الله تعالى طبعا هذا برنامج متخصص في أمراض النساء وفي تخصصي وهو علم تأخر الحمل وفي تخصصي الدقيق وهو مناظير تأخر الحمل ودور ده في علاج الأمراض المنتشرة المانعة والمؤخرة للحمل زي تكايس المبايد والبطان المهاجرة وهذا موقع تخصصي الدقيق لكن لأن زي ما عودت حضراتكم الكلمة نور فهناك مسئولية طبية وهذه المسئولية الطبية تستدعي أن ننكلم حضراتكم بمعلومات طبية وبالعلم زي ما عودنا حضراتكم عن موضوع الساعة وعن فيروس كورونا المستجد هندي بس حضراتكم كده نبزة سريعة وبكلام علمي وحقرة هتعمد أن أنا أقرأ الكلام من موقع منظمة الصحة العالمية أولا كلام الطبي العام هذا فيروس مستجدل أن حصل تغير في الجين بتاعه فالجينوم بتاعه مش مكتشف قوي وعشان كده الأطباء بيقولوا أن هم لسه من ساعات قليلة في بعض المعامل قدروا يفصلوا الجينوم اللي مستحدث بتاعه فده بيمهد الطريق للتعامل معه وعلاجه هو فيروس ضعيف نعم فيروس ضعيف بمعنى أنه مش بيقتل بسهولة بالمطهرات العادية وبالوسائل العادية أمال ليه الرعب ده الرعب بالعالم نتيجة لقدرته في الانتشار الوبائي والعدوى بتاعته اللي بتبقى مرتفع طيب هو فيروس ضعيف ناس كتير حيجلها كتير مش قليلين الناس الكتير دول 80% منهم ويمكن أكتر مش حيشعروا بأي شيء وقد لا يعانوا من أي أعراض ولا يؤثر فيهم أي تأثير وبيمرسوا حياتهم العادية وعمرهم ما حيشتكوا بأي حاجة وإذا كان فيه شكوى بسيطة جدا ولا يشعروا به المشكلة الحقيقية بتكمن في الناس دول إن هم لا حسوا بحاجة لإن منعيتهم كويسة وده فيروس ضعيف وما أثرش فيهم فما حسوش بحاجة ولا حرتهم ارتفعت ولا هم خدوا احتياطات ولا حد خد احتياطات منهم ولا هم حد واخد باله منهم ومشيين في المجتمع ولكنهم هم مش عيعانوا من حاجة لإن هو جالهم الفيروس ده ومنعيتهم كويسة لكن مشيين في المجتمع حيبقوا مصدر لنشر العدوى ونتيجة لهذه المعلومة اليقينية إن النسبة كبيرة حيجي لهم والنسبة كبيرة اللي حيجي لهم لن نشعر بيهم للمجتمع ولا السلطات الصحية ولا هم نفسهم ولا المخالطين ليهم ولا المقاربين ليهم ولا اللي ماشيين معهم في الشارع فقد يكونوا مصدر لنشر العدوى وبالتالي كلما قلل الناس التعامل البشري بينهم يعني قللوا تعاملهم مع بعض بعد وعن بعض ما نزلوش إلا للضرورة وما تعملوش إلا على مسافة ما تقلش عن متر عشان أي رزاز ويمكن متر ونص كمان بيقولوا عشان أي رزاز يبقى ده الشيء المحبب كمان الفيروس ده بيقعد على الجلد لعدة دقائق وعلى الأسطح لفترات أطول البلاستيك أطول حاجة الإزاز قليل شوية اللي بقوله حضراتكم ده المثبت بمنظمة الصحة العالمية فمطلوب وإنت غالبا العدوى إن حد عنده الفيروس ده خرج منه بطريقة ما لامس الجلد وحضرتك أم تنقله أو إحنا بننقله للغشاء المخاطي للفم أو للأنف أو للعين طيب المطلوب إيه إنما نلمس الأغشية المخاطية دي إذا لمسناها بالغلط لإننا متعودين نجري ونغسل وكل شوية نغسل إدناء علشان الغسيل بالمية والصابون فقط ولا داعي لأي مطهرات ولا 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 إذا استخدمتها ماشي ما فيش مشكلة لكن بالمية والصابون فقط هو يقلل احتمالية إن الفيروس اللي على إيدك وعلى جلدك حضرتك تنقله لنفسك ودي أكتر وسيلة متأكدين منها مع تقليل التعامل البشري قدر الإمكان لأن فيه في البشر اللي موجودين نسبة ونسبة ليست قليلة مصابين لكننا غير مكتشفين لأنهم لا يعانوا من أي شيء ولا يشعروا بأي شيء طيب لازم الموضوع يؤخذ باهتمام نعم يجب الموضوع يؤخذ باهتمام ليه؟ لأن لو زادت عدد الحالات الحالات لو ميت حالة 80% منهم مش هيحسوا بأي حاجة 20% هيبقى عندهم أعراض 10% منهم الأعراض هتبقى بسيطة 10% الأعراض هتبقى شديدة وقد يحتاجوا إلى العنايات مركزة إذا حصل ده أوت بريك يعني حصل عدد كبير من الحالات فبقى عندنا عدد كبير من الحالات يحتاج إلى العناية مركزة فده حيعمل ضغط على مصادرنا الطبية وقدراتنا الطبية فسيؤدي هذا إلى انهيقر المنظومة الطبية عايزة أدي لحضراتكم مثال وأرجو من ربنا سبحانه وتعالى لا يعيد هذا على أي بلد في العالم ولا على أي مكان إنساني ولا على بلدنا على وجه الخصوص التي يجب توجيه التحية لكل القائمين على التعامل مع هذا الأمر في حكومتنا وأجهزتنا وقدرتهم على التعامل معاه بهدوء وبروية وبقرارات متعقلة كل هدفها الحفاظ على صحة الناس ويا رب يكلل هذه القرارات بالنجاح بس عايز أوري حضراتكم حاجة صورة كده من لغة الأرقام التي لا تجذب عشان أوري حضراتكم معنى إيه إن يحصل زيادة في الحالات فيؤدي إلى انهيار المنظومة الطبية ابتدى تسجيل الحالات تقريبا من نص شهر يناير الورقة اللي قدام حضراتكم دي صورة لعدد الحالات المسجلة يوم 28 فبراير من 21 يوم من النهاردة باليوم من 21 يوم من النهاردة باليوم 21 يوم سابقة كان عدد الوفيات 21 وفاة في إيطاليا وكان عدد الحالات ده يوم 28 فبراير وعدد الحالات في كل أوروبا حتى هذا الوقت 1100 حالة ابتدى الأمور تزيد زيادة شديدة في إيطاليا أدت إلى زيادة مضطردة في عدد الحالات لم تواجه باهتمام وبتضييق حازم للعزل في بدايته تطور الأمر إلى الصورة التانية اللي حوار لحضراتكم إحصائيات اليوم السابق لحديثنا النهاردة نشوف الصورة اللي بعديها إيطاليا فيها 4000 حالة جديدة خلال الـ 21 يوم السابقة دول الصين منطقة هذا الوباء وبدايته سجل فيها حوالي ما بين 2800-3000 حالة يعني عدد الحالات في 20 يوم في الصين كان أقل من عدد الحالات المسجلة في إيطاليا في يوم واحد كان عندهم مبارح 475 وفاة الوفيات في العالم كل اللي أعلنت بالأمس كانت 900 وفاة هذه الوفيات قليلة بالنسبة لعدد المصابين ولا تزيد عن 4% وعدد المصابين قليل بالنسبة لعدد العالم لكن مشكلة والفيروس ضعيف ويمكن القضاء عليه بمطاهرات بسيطة لكن المشكلة إذا حصل انتشار شديد لعدد شديد من الحالات فجأة حيمثل هذا ضغط شديد على المنظومة الطبية ويؤدي الانهيارها فالمنظر اللي قدام حضراتكم ده 475 وفاة مبارح 900 وفاة تقريبا في العالم كله منهم نصهم تقريبا من إيطاليا وضفنا على إيطاليا كمان أسبانيا نلاقي إن أكتر من نصف الوفيات جاية من مناطق دي وبالتالي حصل ضغط على المنظومة الطبية بتبدأ المنظومة الطبية بعد كده في الانهيار خاصة أن الجنود الجنود اللي الناس ما بتحسش بيهم اللي الناس ما بتقدرهمش اللي الناس ما بتدلهمش تقدرهم الأطباء الذين أتشرف بالانتماء إليهم واللي أجرهم عند الله لأن الأطباء دول يقابلون الجدال المستمر من المرضى بتوعنا تمام؟ عدم الاعتراف بفضل الأطباء وبقيمة الطب وقيمة العلم تمام؟ عدم تقييم جيد لدور الأطباء فهذا يؤدي إلى كتير من الناس بقت تعزف عن التخصص الطبي عدد الأطباء بيقل في هجرة من الأطباء في البلد يقل عدد الأطباء بالمناسبة هم تقريبا في إيطاليا عندهم 3.7 لكل 100 ألف عدد سكان عندهم 3.7 طبيب إحنا عندنا نصف هذا العدد لكل 100 ألف ومع ذلك المنظومة الطبية عندهم نهارة نرجو من الله ألا يجري علينا هذا السيناريو السيء وأن يحمينا والحماية بالتوكل على الله والدعاء له لأن ده يعني من آيات الله سبحانه وتعالى إن إذا ظن أهل الأرض أنهم قادرون عليها وأخذت زيناتها وزخرفها واززينت أتاها أمر الله يأتي ويبين للناس أنهم مهما كان علمهم علم الله غالب وآيات ربنا لا يعلمها إلا هو منها آية اللي إحنا كنا نهمله ونهمله في الكتب الطب والآخر ويتحول إلى هذا الكابوس البشع اللي إن شاء الله ربنا يقين منه باليقين فالاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى والتوكل لا يعني التواكل التوكل يعني الأغذ بالأسباب تقليل النشاطات المجتمعية الابتعاد قدر الإمكان الممارسة العادات الصحية اللي من 1500 سنة قال من لا ينطق عن الهواء رأيتم إذا كان نهرا بباب أحدكم يقتسم منه خمس مرات في اليوم هل يبقي هذا من درنه شيء؟ قالوا لا يبقي يا رسول الله قال كذلك الصلاة والوضوء إليها نغسل إدنا بتكرار وبأغذ الاحتياطات عند ملامسة أي شيء أرجع وأغسل إيدي إذا تبقى وقت في الحلقة أقرأ لحضراتكو توصيات منظمة صحة العالمية عن الناس اللي يعني هل استخدام الماسك يعني ضرورة ولا مش عارف إيه الناس اللي بتقول إن هذا المرض لا ينتقل في المناطق الحارة لا يوجد إثبات على ده إن حرارة الجوة لما هترتفع غالبا الموجة بتاعة الفيروس دي هتقل هذا ما نرجوه لكن لا يوجد إثبات ودليل على ده وإحنا منظمة صحة العالمية بتقايم الموقع في كل أسبوعين وفي مناطق رطبة جدا وفي مناطق سلجية جدا وانتشرة فيها وبالتالي أغد الحمام السخن عشان يغضي على الفيروس كل ده أنا بقرأ لحضراتكم الموقع منظمة صحة العالمية ما فيش إثبات على صحة الكلام ده هل ينتقل باللدغات البعود دي الأسئلة الفريكونت اللي الناس بيسألها كتير هل مجففات الأيدي فعالة في القضاء على الفيروس لا مجففات الأيدي ليست فعالة وخالص يجب غسل إيدين وفرقهم جيدا لمدة عشرين سنية يمكن مصباحة تطهير الأشعة فوق البنفسجية ده ممكن طاهر الإيد وطاهر جسم لا أو ميطة هرشو بيهيج الأنسجة المخاطية المساحات الضوئية زي وإحنا داخلين هنا الوقت بياخدوا حرارة الناس هل دي تقي من الفيروس لا هي بتكتشف الناس اللي حررتهم عالية فالناس اللي حررتهم عالية نشك فيهم لكن فيه فيروس عند ناس وحررتهم مش عالية وفيه فيروس عند ناس ولسه حررتهم حتعل بعد أسبوع عشر تيام وخلال هذه الفترة للأسف هما ناقلين للعدوى دون أن نشعر بيهم وأن نسجلهم لكن المساحات الحرارية دي بتلتقط الناس اللي حررتهم مرتفعة اللي نبتدي ندور هل هم عندهم الفيروس ولا لأ ولا عندهم أعراض ولا لأ فنركز اهتمامنا عليهم لأنه مش قادرين نركز على البشر كلها فدي وسيلة للسكرينينج يعني تقييم كده سريع نشوف مين اللي نولي اهتمامنا أكتر ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحافظ على حياتنا وحياتكم وحياة أولادكم وأحبابكم ولطف الله بهذه الأرض وبأهلها وبإذن الله هذه الأرض محفوظة ومدعمة ومنصورة وسينتهي هذا الأمر بإذن الله تعالى بفضل حفظ الله وبمشيئة الله وباكتهاد المسؤولين اللي بيغذلوا أقصى طاقة وجهد وبتنفيذ الناس للتعليمات إن احنا مأمورين باتباع التعليمات اللي بيقولها أهل الرأي والحكم وملزمين بدا لابتعاد عن التجمعات تفادي المعاملات البشرية المباشرة تقليل ازدحام قدر الإمكان التطهير الأسطح والغسل المتكرر للأيدي وقبل وبعد هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عم البلاء ونتذكر دائما لما تصبنا هذه المشاكل إن التلات حاجات من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده وقوط يومه فقط حيزة الدنيا قد كده الناس بتشوف لما تبقى قلقانة مش عارفة نام مش عارفة تتحرك إن قد إيه إنه يحاولوا يفادوا ده بأموال الدنيا عشان يجي لهم بس الأمان إنهم مش هيقوموا بكرة على مرض ولا على وربنا يلطف بينا جميعا وبحضراتكم بإذن الله وأروه يكون قدمنا يعني معلومة مفيدة في كابسولة كده سريعة ويظل زي ما أنا معاود حضراتكم الكلام لأهل التخصص والمتخصصين الكلام اللي يقولوا الناس المتخصصين في علم الفيروسات يغب بكلامي لإن ده مش تخصصي والتخصص يجب أن يحترم وكل التحية وكل التقدير للأنظمة والكوادر الطبية في مصر اللي بتعاني الأمرين في ظل ظروف صعبة لتأدية رسالة لا يقيمها ولا يقدرها المجتمع وهذه الكلمة الأخيرة في أسبانيا قرروا كل يوم الساعة عشر مساءً مع العزل الموجود هناك أن يخرج الناس من شرفات البيوت ويسقفوا للكوادر الطبية اللي موجودين في المستشفيات بيرعوا الناس في هولندا خرج الأطباء بكلام على أن الناس خدت كل البضايع اللي في السوبر ماركت وأن الأطباء مش لقين اللي انهم بيعودوا في مكان عملهم قرر الشعب الهولندي في ظل العزل والحجر وتقليل النزول كل يوم تمانية مساءً يخرجوا من شرفات البيوت ليؤدوا التحية للكوادر الطبية التي تحارب المرض من هنا كل التحية للطب والأطباء المصريين اللي تقييمهم عالي جداً كأطباء وتقدير الناس لهم للأسف منخفض جداً ومع ذلك هم الدرع الأول بعد لطف الله والدعاء له سبحانه وتعالى في مجابهة هذه الأمراض نتعكم الله دائماً بالصحة والعافية أنتم وأحبابكم وأهلكم بإذن الله إذا كان معنا أي اتصال نبتل ناخد الاتصالات بعد إذن حضراتكم طيب طيب لو تمحت عندي سؤالين أول سؤال هو أنا صوت إسراء وصلني بصعوبة هل هو وصل للناس على الهواء مش اوكي تفضل تفضلي انا عندي ورام ليس تفضلي من الرحم لا مش سامعه هنا حاول أسمع من السماعات فضلي هو حضرتك هل حضر منع الحمل ممكن أن هي تساعد أنها تكمش أو تعمل انكماش للورم الليفي دكتور اللي أنا متابعة معاه عاوزة تبيني حجن لمدة 6 شهور الخاس لو حصل حمل ما يأثرها الورم الليفي على الحمل طيب حقوق منع الحمل مالهجة أي دور في تصغير حجم الورم الليفي الحقوق اللي مؤثرة في تصغير حجم الورم الليفي ودي أكيد لها دور هي حقوق الـ LHRH أنالوج الحقوق اللي بتوقف عمل غدة نخامية وتوقف عمل مبيض وتقلل هرمون الأنوثة لكن لما يبقى الورم الليفي هي ما بتصغروش لكن بتمنع أنه يكبر وفي شتان الفرق بين اللفظين ولما يبقى الورم الليفي حجمه 2-3 سنطي فإحنا مش محتاجين الحقوق دي ولما يبقى الورم الليفي حجمه 6-7 سنطي محتاجين ناخد الحقوق دي على مدى 6-7-8 شهور علشان تؤثر بإنها توقف نموه بعد 6-7 شهور اللي حضرتك نسياه بقى إن الحقوق دي هي حقوق تمنع الحمل وقتها لإنها بتوقف نشاط الغدة النخامية الأفضل من ده ألف مرة إن نروح لجراح قوي متمكن يفتح البطن يشيل الورم الليفي حضرتك تروحي بعد 24 ساعة بعد شهرين الرحم ما بقاش في ورم الليفي وعادة لطبيعته ويمكن لحضرتك الحمل ده ببساطة شديدة وإذا كان الورم الليفي حجمه معقول ممكن يتشيل بالمنظار دون فتح البطن إذا كان شروط شيله بالمنظار تبقى واردة أما أننا أخذ حقن الحقن الوحدها تقريبا تكلفتها 4 ألف جنيه وأخذها 6 شهور عشان أوقف نشاط المبيض وبعدين أرجع شغل المبيض وأول ما يشتغل يرجع هرمون الأنوس ويرجع الورم الليفي عرضة إنه يكبر ده مش مكتوب في الكتب مكتوب الحقن دي تستخدم في السيدات اللي حنعمل لها عملية وحجم الورم كبير جدا ودمويته عالية جدا فخيفين من فقد الدم كتير جدا أو إن احتمالية استقصال الرحم فندي الحقن دي لتسهيل إجراء الجراحة لكن مفيش مكتوب في كتب الطب ندي الحقن دي لمنع عمل الجراحة أو لتفادي عمل الجراحة لأ لتسهيل إجراء الجراحة يعني قررنا أن العلاج بتاعها جراحة لكن من هنا إلى أن نجر فيه معانا اتصال آخر الفضل يا أستاذ أحمد لا حيش يا دكتور بس أنا سؤال يعني يعني سؤال مهم بس أنا نستسمع يا دكتور بالنسبة المادة العلمية اللي تتجارس داخل الجامعات المادة العلمية اللي مثلا بتجارس في جامعة تاني شامت غير جامعة القاهرة غير جامعة تحيات لا طبعا لأن الطب واحد لكن الممارسة مختلفة بمعنى ايه يعني حضرتك أنا خريج الأصر العيني تمام وخريج الأصر العيني ده بشتغل في قسم النسا وبشتغل في قسم النسا في وحدة تأخر الحمل فلما تيجي تسألني في أمراض نسا في مثلا السلس البولي اللي له علاقة بأمراض نسا أدائي وخبرتي وعلمي وكلامي مش هيبقى زي الدكتور اللي متخصص في السلس البولي ده اللي بشتغل في وحدة ديناميكية الجهاز البولي تمام لكن العلم والطب كله ايه واحد والدراسة كلها واحدة أكيد يعني مصبوط مصبوط لأن الطب كمان خبرات لأن الطب خبرات خبرات يعني ايه يعني حضرتك في واحد شعره شاب كان وهو صغير بيطلب أربعين تحليل فلما كبر وخبرته زادت لأن عشرين تحليل منهم لا قيمة لهم ومفرقوش أي حاجة في التشخيص وأنهم بيدوروا على حاجة غير ده وبالتالي اتعلم أنه يطلب تحليل أقل فلما حضرك تعرض عليه التحليل دي يقول لك والله التحليل دي حضرتك عملتها زريفة ولطيفة بس ملهاش دور في تشخيص حالتك تعم لأن خبرته اختلفت لأن فيه فرق بين الكتاب في الطب ما بيعرفش حالة سعدية وفتحية وعالية بيتكلم على الحالات عموما فيقول الحالة اللي بتشتيكي من كذا اطلبولها 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 تحليل ده مكتوبين في الكتاب فممكن واحد لأن علمه على قد كده يفتح الكتاب يقرى العشرين تحليل يقوم طالبهم للست تمام طيب ده كتر أيوة ده كتر الحقن المجهري بالذات وبعض حالات الإجهاض المتكرر بيقولوا ليه علاقة بالDNA فبعض الناس لما يغلبوا ومش لقين سبب واضح ممكن يضيفوا هذا التحليل التحليل عندنا درجات يعني إيه درجات يعني أول حاجة كده لما نقولك نقولك يعمل تحليل سائل مانوى فطلع كويس نقولك تعالى لجنب تمام لما نغلب بقى بعد فترة ومش لقين تفسير نقولك طب نعيد التقييم تاني ونعيد مستوى تاني من التحليل فنعلى شوية بمستوى تحليلنا لأن التحليل السهلة البسيطة ما أظهرتش سبب فنعلى إلى مستوى آخر واضح تمام أما الطب هو واحد أما الطب اللي واحد ده والتدريسه جواه مدارس وخبرات و يعني إن واحد غرب اللي بيقرأ الكتاب مكتوب عشرين تحليل يطلبهم واحد تاني يعود مع الحالة يسمعها فيقول أيوة من العشرين تحليل دول خمسة دول مطلبهمش أيها أهمية فمطلبهمش تمام معنا اتصل تليفوني آخر أهلا بحضرتك لو سمحت يا دكتور أنا كنت بتابعة عندك وعملت تكييسات ووجدت عندي فيروسات يعني إيه عملت تكييسات وجدت عندي فيروسات يعني اللي جيتها موجودة عندي هي مين دي اللي جيتها موجودة عندك الفيروسات اللي جيتها لي وانت ما تعمل للمنظر يعني إيه فيروسات يعني ايه فيروسات؟ حبابي يعني كده حبابي اه عندك حب بيطلع في المهبل نتيجة لالتهاب فيروسي اللي هو اسمه هيومان بابلومافيروس تمام؟ HPV ايوا السؤال ايه بقى على الحبابي دي اللي يا الفيروسات دي كل ما احمل كل ما احمل يا دكتور ما يكملش 40 يوم والجهنز طيب حضرتك عندك تكيوسات وهذا مرض يسبب تأخر الحمل في الدرجات الشديدة منه اللي تستدعي عمل منظار ولما نعمل المنظار الحالة تتهز وتتحرك من الدرجة الشديدة التي يحدث معها تأخر حمل الى ان يحصل حمل واجهاض متكرر فالاجهاض المتكرر واحد من اعراض المرض اللي عند حضرتك اللي مش هيخفه ومش هيشفى ابدا لانه مرض بلا شفاء اللي اسمه تكيوس مبايد اللي مطلوب ان كل ما التزم بالعلاج بتاعه وقبل ما ترد عليها تقوليلي خدته وكل ما خسه وكل ما امشي على العلاجاته وكل ما احتمالية الاجهاض تقل وما قلناش انها تنعدم تمام؟ اما الفيروسات اللي هي الحبابي اللي هي الحبوب المهبلية اللي بتزيد لما حضرتك تحملي ده حاجة تانية خاص لا علاقة لها بتأخر الحمل ولا علاقة لها بالاجهاض لكن ليه علاقة بحاجة تانية اذا حصل حمل واكتمل ده ممكن تؤدي الى اصابة الطفل اذا تولد مهبليا وبالتالي يجب ان الست دي تولد بقيصرية قبل انفجار جبل مايا وكلام ده يعرفه الاطباء والستي لازم تعمل مسحة مهبلية من عنق الرحم طول عمرها لاستبعاد تحول خلايا عنق الرحم الى اي خلايا سرطانية لان الفيروسات دي الحبابي اللي حضرتك بتقولي عليها دي خطيرة في المشكلة دي والمشكلة انها بتعمل الحاجات دي بعد عشرين تلاتين سنة بعد ما حضرتك تكون انسيت الموضوع وازهئتي وبطلت تعملي متابعة تقوم مشاكله تحصل عند سن الاربعين خمسين لكن لازم حضرتك تتبعيه وتعملي المسحة المهبلية العنق الرحم دي سنويا بدءا من الان ومنش بعد عشر مرة خمستاشر مرة عملتهم وطلعوا سلبيين نزهئتي معملهمش لا دا الاهمية كل ما تقدم في العمر تزداد الاهمية اكتر فاصل وبعد الفاصل نواصل استقبال اتصال حضرتكم اهلا بحضرتكم عدنا اليكم بعد الفاصل ونستكمل معكم بشرة خير ونتلقى اتصالات حضرتكم في اي اتصال معنا طيب نستكمل كده الحديث عن طيب احنا كنا شفنا الفيديوهات لقبل كده اللي جبناها عن احنا اتكلمنا عن مشاكل الانبيب ثم قلنا ان المشاكل الانبيب قد تؤدي الى حدوث حمل خارج الرحم وجبنا الفيديو الحمل خارج الرحم طيب ناخد هالة اتفضلي يا هالة اتفضلي اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك يا فانده هو حضرتك يا دكتور انا حاليا حامل اخر الثامن ايوه وباخد حجم السيولة تمام هو حضرتك حضرتك مش بتتبعي الحمل مع دكتور وهو كاتب لحضرتك ده وهو بيشوف حضرتك وبتروحيله في متابعات دورية وهو بيعمل لحضرتك سونار وهو بيقيس تقدم عمر الجنين ووزنه طيب بزمتك كده قراري انا بالتليفون يبقى صادق ولا قراره هو وهو بيتابعك هو دكتور جل التمره اول اسبوع بس انا عايزة تقال حضرتك يعني خلاص فه نفزي نفزي كلام الدكتور اللي حضرتك بتتبعيه من اول الحمل واللي اخترتيه وصقتي فيه وبتروحي وتستنيه وتأمنيه على صحتك وصحة ابنك تأم هو الحؤن بيجب ان تستمر حتى مرحلة ما في الشهر التاسع يقررها الطبيب المتابع طبقا لحالة حضرتك وصعوبة الاحتياج ودرجة الاحتياج لهذه الحؤن ونمو الجنين وبالتالي من يرى الحالة بالصونار ومن يتابع حمل حضرتك بالصونار هو صاحب القرار الصونار هو القرار معنا تصطر فوني اخر تفضلوا ايه فان السلام عليكم وعليكم السلام ازاي الحال يا دكتور الحمد لله اهلا بيكي دكتور ايوه 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 حوالي سنتين كده اه بس وربنا ما اعطنيش يعني عليها بس تقاتي من فترة رحت للدكتور فجلي عمدك تكيب سجن ده زي بانوية اللي عام للك الانم الشديد ده فجلي على حضرتك يعني جلي على حضرتك كويس وكده وقلي ان انا زي لك طيب يا ستة يتشرفينا ويدسلم في امه ورأيه بص يا ستة الكل هو ايه اللي كان اخر الحمل قبل ما يحصل حمل في المحروس احمد سنة ونص ساعاتي متأخرة عن الحمل كان ايه المشكل كانت كيسرت برضو يا دكتور طب وما قلتش الكلام ده ليه بتخبيه علينا طب وولدتي وولدتي طبيعي ولا بقيسرية لا هو كان جاي طبيعي بس ما حصلت بتعدي يعني وولدت كيسرية طب يا فاندم ايه لازمته كان جاي طبيعي المهم وولدت بقيسرية برضو ما قلتش المعلومة دي ليه طيب والدورة منتظمة لا يا دكتور مش منتظمة من اول يعني من جبل الجواز مش منتظمة خمس بس بجيلي بتاعها بشديك جدا وبجيلي في الصدع جامد فراسي وبقلم شديك جدا بتخليني يعني ببكي من الواجع ومش ببكي جد راجب خالص طيب هل قلم الدورة ده حاجة جدت بعد الولادة ولا هي من يومها كده لا من الزمان بتجيلي قلم شديد في ظهر وبطني من تحت بس القلم اللي هو الصدع اللي هو واجع صدري جامد جدا جد معايا الايام دي يعني ديلي فترة يجيلي دي سنتين كده طيب بص يا ستة الكل لما تبقى مريض التكييس مبايد زي حضرتك كده مرض تكييس مبايد من مشاكله انه مرض مزمن لا يشفى يعني الستة محمد دي قبل ما تجيب المحروس احمد وتحمل فيه كان عمدها تكييس مبايد فحتفضل طول عمرها عمدها تكييس مبايد امال ايه اللي يختلف الدرجة بتاعت المرض تختلف قد تتحسن وقد تسوق فلما الدرجة تبقى درجة بسيطة طوم الدرجة البسيطة تأخر الدورة عدة ايام يعني الدورة تأخر 3-4 ايام واخد تنشيط للطبوض يبقى فيه استجابة ويبقى وارد ان العلاج يجيب نتيجة تمام؟ لما درجة المرض تزيد وغالبا المؤشر والمحرك لدرجة المرض انها تزيد هو زيادة الوزن فلما الستاد دول يزيدوا في الوزن ودايما مريضات تكييس مبايد بيزيدوا في الوزن وزيادة مضطردة حتى لو بسيطة كلها في منطقة البطن وزيادتهم دي تؤدي الى زيادة درجة المرض وحدته فلما تزيد درجة المرض يقوم الدورة اللي كان بتأخر 3-4 ايام تبقى بتأخر اسبوع 10 ايام وبعض الناس تأخر اسبوعين وبعض الناس تأخر شهر وبعض الناس ما تجيش خالص تمام وتزداد معاها اعراض مصاحبة لتأخر الدورة ايه بقى الاعراض المصاحبة دي مش منها الالم بالمناسبة التكييس ما بيعملش الالم غالبا ايه الاعراض المصاحبة دي تبتدي بشرتي تتغير شكلي يبقى فيه حبوب بتظهر في وشي يبقى عندي بشرة دهنية شعر راسي معدل تساقطه يبقى أعلى بعض الستات يبقى فيه شعر بيطلع في جسمهم تمام دي اسمها ايه الاعراض الذكورية المصاحبة لتكييس الموبايل لما التكييس بقى من درجة شديدة جدا يبتدي يأثر على شخصية الست يعني ايه يعني الناس يقولوا انت بقيت عصبية كده ليه انت بتجري ورا الود وعملت اضرابي فيه ليل ونهار كده ليه انت بقيت بتخنقي دبان وشك كده ليه او بقيت اللي يكلمك ولا ما استحمليش كلمة وتخش وتقفل الباب على نفسك وطعياتك ده ليه يبتدي يأثر على الحالة النفسية والمزاجية يبتدي يأثر على النوم على نظامه على توقيته على ساعاته الناس تقول ليه وانت ليه صحية طول الليل ونايمة طول النهار وانت طول ليه موخمة على طول مشواجدك فايتك وراحتك من نوم المهم ان لما التكييسات كمان توصل لدرجة شديدة جدا بعض الستات تنقلب الموضوع الى نزيف وان يجيلهم دم جديد مع الدورة او يحصل لهم سمك في بطنط الرحم فهذه تكييسات من درجة شديدة فالدكتور بقى اللي قال لحضرتك علي ده تسلم يعني حضرتك وحضرته لان بيكلمك على ان ده تخصصي هذه منطقات تخصصي فالناس اللي عندهم تكييس مباعد دول يجب معلومات الاتية واحد ده مرض مزمن مش هيشفى نمرة اتنين يجب فقد الوزن وضبط هذا الخلل الهرموني ده خلل في الهرمونات فلا يقيم ولا تقيم درجته ولا تحدد اللي بتحليل الهرمونات نمرة ثلاثة ان في درجات الدرجة اللي تمنح حمل منع تام ست سبع سنين بعد ولد الولد وفي قيسرية وفي ألم في الحض دي درجة مقلقة فالدرجات دي قد تحتاج لعمل منظر لبيان سبب عدم حدوث الحمل ولا علاج تكييس المباعد ادي ملخص الكلام الى ان يأذن الله ان احنا نلتقي معانا اتصال تليفوني اخر اهلا يا فندم عايزة سأل حضرتك يا دكتور هو ان لو بقى اعمل نصبق سنوديد واسمع نصبق لا مش سامع معد اذنك مش قادر افسر الكلام طيب ما نقال تفضلي عايزة سأل حديثك سؤال تفضلي يا فندم ودي اول مرة تحصل كده يا اقصارة قلنا اول ما نتصل اول ما نتصل نقفل للتليفزيون طيب حاولي اتصل بنا تاني يا منال معانا سارة تفضلي وعليكم السلام انا سمعت ما عملتش متابعة اللي قبلها كانت ايه نقاط دم مركبها اللولاب بقالك قد ايه شهر خمسة اللي فات وبينزل نقاط دم في غير معادة دورة تمام انت بتردعي تمام طيب بص بقى ستة كل اي خلل في الدورة مع الرضاعة قد يعزل الرضاعة واي خلل في الدورة مع اللولاب قد يعزل اللولاب ولما بقى بردع ومركبها اللولاب فالتنين يعملوا كده اللولاب بيزود كمية دم الدورة وده العرض الجانيب الرئيسي له بس غالبا الزيادة في كمية دم الدورة فيه معظم الحالات بتاخد خمس ستة شهور ثم تبتدي ما ترجعش لطبيعتها لكن تتحسن تقل اما وجود رضاعة كمان ده ممكن يقدي الى ان الخلل ده يبقى زيادة حضرتك هتروحي تعملي صنار علشان نتأكد ان اللولاب ما هواش متحرك من مكانه ما هواش في وضع غير طبيعي جارح بطانة الرحم او بعد الشر مخترقان عدلة الرحم فاذا تأكدنا من الكلام ده يبقى حنعمل بالصنار نفسه تقييم لبطانة الرحم هل هي سميكة عن الطبيعي ولا لا هل فيه اكياس على المبيض ولا لا هل فيه اي خلل اخر يسبب النزيف ولا لا ما اطلعش ان فيه كده يبقى الموضوع خلل هرموني سبب والاخبطة في الهرمونات واختلال في الهرمونات حيحدث بنسبة واردة مع السيدات المرضعات ويجب اخذ علاج هرموني لضبط هذا الخلل وضبط الدورة وكمية فاذا استجبنا للعلاج خيرا فاذا لم نستجب للعلاج نشيل اللولاب ونكمل علاج فترة اخرى علشان نقلل كمية النزف والدم اللي حضرتك بتفقدها الف سلامة على حضرتك اللولاب من وسائل منع الحمل اللي مهمة جدا والكويسة جدا واللي ده كترة النساء بيفضلوه جدا وله اولوية لانه وسيلة غير هرمونية فوش اي هرمونات بتخش جسمي نمرة اتنين انه وسيلة نسبة نجاحها عالية نمرة تلاتة انه لا يتعارض مع الرضاعة انه لا يتعارض مع العلاقة الزوجية مش محتاج احتياطات مش محتاج تذكر يومي بركبه النهاردة بيفضل شغال من يوم ما يتركب ولسنوات طويلة دون اي تأثيرات ولا محتاج ان انا افتكر ولا حبايا ولا ولا عيوبه الرئيسية لانه مفيش وسيلة امنة تماما هو نسبة الفشل فيه بوليه لا لكن عيوبه الرئيسية هو النازف انه بيزود كمية دم الدورة عند بعض السيدات وممكن يزود التهبات المهبلية عند بعض السيدات فضل يا استاذ ابو خالد اهلا بك عليكم السلام ازاك يا دكتور عادل اهلا بحضرتك كلمت كان من ممكن من شهر كده ايوه بخصوص بنتي ايوه كان حدا تأخر في الدورة ايوه لكن امن كشفت من حوالي 35 يوم طلعت حامل طيب يا سيدي مبروك الله يبارك فيك وعملت اللي هو تحليل الهرموني اللي هو الرقم ده ايوه عملناها باول مبارح طلع كام بقى وهاي اخر دورة جت لها امتى ما دي من 3 شهور كانت اتخرج الدورة من اه فاحنا مش قادرين نعرف هو الحمل ابتدى من امتى اه هو عملنا فحص مبارح عن الدكتور يعني جال الحمل كويس وطبيعي يعني 37 يوم كده ايو فانت بالسوات 968 يوم ده غالبا هو ما شافش حاجة بالسونار ما هو الفحص عن الدكتور مش هيشوف حاجة بالسونار اه لا فيه سونار اه فيه سونار ايوه السونار اسمعني اصلا حيبقى مجدي ويبين كيس الحمل لما هرمون الحمل يبقى فوق 1000 تبام؟ هي هرمون الحمل لسه اقل من 1000 فالسونار مش هيبقى قاطع باي شيء في هذه المرحلة المبكرة من الحمل كون ان حد عمل لها سونار ده شيء جميل لكن هو مش مجدي عشان يتطمن على الحمل ان هو ما شافش حمل اللي قال لكم ده كويس ومش عارف ايه ايوه عشان حضراتكم تتطمنوا على الحمل ده فيه طريقة واحدة ان نعدي عدة ايام ونكرر التحليل ايوه فلاقينا التحليل طلع 1700 1800 1900 2000 في الارقام دي يبقى الحمل ده ماشي كويس تمام طيب عدنا التحليل ده بعد 3 اربع طيام كان 968 بقى 1050 اه زيادة هو دكتور لا الزيادة دي مش كويسة ايوه طيب ولما هرمون الحمل يعدي الالف بوضوح ممكن يبان كيس الحمل لو عملنا صنار مهبلي ايوه لكن يبان بالصنار من البطن لما هرمون الحمل ده يعدي 6000 ولو جهاز الصنار مضعيف شوية لما يعدي 8000 طيب الحاجة التانية من هنا لحد يقوم لحد الاتنين من 3 اربع طيام دول هنقعد في قلق كده اه لحد ما نعيد التحليل طب مفيش حاجة يعني تطمن قلبنا تبرد نارنا تدينا فكرة احنا رايحين لإيه؟ لو عملنا تحليل هرمون الحمل لأنها قليل ولسه مش قادرين نتطمن على الحمل بصنار نقوم نعمل تحليل لهرمون البويضة اللي اتخصبت وحصل منها حمل اللي اسمه هرمون البروجستيرون كل ما الرقم مع تاع الهرمون ده يبقى أعلى كل ما يقول الحمل ده أجود واحتمالية إجهاضه بعد الشر أقل الآن تشوفوا حضراتكم عملتوا التحليل إمتى؟ وبعد 3-4 أيام من اليوم اللي اتعمل فيه نكرر التحليل ومفترض التحليل الجديد يطلع فيه حدود 1800 أو يقترب منها أو يزيد عنها كل ما يطلع في الرقم اللي أنا بقوله ده أعلى كل ما يبقى الحمل ده أجود أجود يعني إيه؟ يعني يبقى كويس يبقى داخل الرحم يبقى احتمالية إجهاضه قليلة أيها تمام يا سيدي الفاضل؟ أه يعني إن شاء الله يوم الحد أو الاثنين عيده تمام ويطلع في الأرقام اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي ولما يطلع في الأرقام دي أنت تتطمن من غير أي دكتور أيها تمام تمام وترجع تكلمني تاني وأنا تحت الأمر لا ما إحنا معاك إن شاء الله أعطوه طيب بالنسبة دكتور هو تثبيت الحمل اللي هو الـ أيو يتخذ الفترة بتاعته كام؟ يتخذ كام في اليوم ما بين قرص الأربعة في المتعصد ده كتر بيكتبه ثلاثة الفترة كام بيتخذ لحد نهاية الشهر الثالث لغاية الشهر الثالث أيو وهي المستوى هرمون الحمل ده بتاع واحدة حامل تقريبا في ثلاث أسابيع حمل اللي هو زي ما الدكتور قال لحضراتكو كده يعني تبقى حامل في خمسة وثلاثين يوم في سبعة وثلاثين يوم يعني تبقى كسرت معادة دورة بتاعتها وعد عليها عدة أيام بعدها ده اسمه بقى بلغة الأطباء ثلاث أسابيع حمل ما علينا من الثلاث أسابيع الحاجة وثلاثين يوم اللي هو قال لكم عليها دي يعني شغالة كويسة الحمد لله بالتوفيق ربنا يتم لها بكل خير يا رب للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا ربنا يضلل علينا برحمته في ظل هذه الأيام المفترجة نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن لا يؤخذنا بما فعله السفهاء وأن يرحمنا ويرفع عنا البلاء البلاء الذي يؤدي إلى أن تتوقف الصلوات والحياة والأخره نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بعد أيام قليلة وقد انقشعت الغمة وقد عاد الناس لحياتهم ويعودوا بذكرى أنهم يتذكروا الله سبحانه وتعالى وقدرته كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بخضراتكم تكونوا بتسعد وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب يا رب دايما كل الخير ودايما دايما بشة خير اشتركوا في القناة